والكلام ده أنا يمكن قررته كتير مصر بتدير سياستها بشكل يعني يهدف في الأول وفي الآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون دي سياستنا منذ يعني مش بس حتى عشان أكون منصف مش بس حتى في الفترة اللي احنا تولينا فيها المسؤولية لا حتى قبل كده وكنا دايما حرصين على أن احنا يعني لا نتطلع أبدا خارج حدودنا يعني حدودنا اللي احنا موجودة منذ مئات وألاف السنين لمصر هي الحدود القائمة ولم يكن لمصر أبدا تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في حدود أو في أرض أو في قدرات الآخرين كنا دايما راضين بالليه ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه لنا وبنعمل بيه المرحلة اللي احنا موجودين فيها مرحلة صعبة جدا وأنا مش عايز أقول كلام كتير أكيد أنتم متابعين كل شيء وإحنا بنبزل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود وبنحاول نصل إلى وقف الاقتتال وأيضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتصالاتنا لا تنتهي احنا بنكلم الجميع القادة والمسؤولين وهم كمان بيكلمونا الكل مهتم وإحنا حرصين على أن احنا المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في الوقت الصعب ده تصل إلى القطاع هنقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها هدية بيتردد كلام كتير ويبقى فيه شائعات وفيه مغردين فأنا حبيت بس أكد لكم إن احنا مستكتين وبنتحرك مع أشقائنا قادة الدول العربية وأيضا مع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر